بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرجوك يا شيخ أجبني أنا أم بفرنسا تزوجت ابنتي بعد أن ربيتها على الدين تزوجت على رغم أنفي بمسيحي فرنسي مسيحي فحاولت أن أثنيها على ذلك فرفضت بل تبجحت بأنها ستظل معه إلى الأبد لأنها تحبه والآن أنا أطلب منها أن تفترق معه لكنها ترفض رفضا باتا فماذا أصنع حيال هذا الأمر فإني في حيرة عندها زجول داتك تجي عندها لا إله إلا محمد رسول الله يا ربي لا إله إلا محمد رسول الله يا ربي أنا لقد ارتحت حينما سمعت يعني وقرأت أنك قمت بتربيتها التربية الإسلامية يعني أنك في بيتك حاولت أن تربيها على الإسلام مزيان على الصلاة على الإيمان ثم تعلمها أنها لا يجوز لها أن تتزوج بغير المسلم إذا كان كل هذا فعلته في بيتك ووفرت إلى بيئة الإسلام حيث تختلطه مع المسلمين وتعرف طريق إلى المسجد أو إلى نادي من النوادي الإسلامية حتى يترصخ الإيمان أكثر في قلبها وحتى تعيش في بيئة تحفظها من الانزلاق عياذا بالله خارج مجتمع المسلمين إذا فعلت ذلك فأنت إنما قمت بما أوجب الله عليك تجاه ابنتك أنت ما ذكرت ليش أنا الزوج ديالك واش مات ولا مطلق ولا ما يهمش المهم أنك ينتي مع البنت ديالك والسلام الآن هي تزوجت بمسيحي كافر قلت لك حاولت أيضا أن أدعو هذا المسيحي إلى الإسلام فرفض بل تدخلت البنت وقلت لي ولماذا تأمرينه بذلك فهو حر فيما يعتقد سبحان الله ولذلك هي هذه الأم حاولت أن تثني ابنتها عن الزواج فتزوجت فلما تزوجت حاولت أن تطلب منها أن تفترق معه فلم تفعل ثم لازلت تأتيها إلى البيت ولازلت استقبلها رجاء أن تلتقي معها لكي تقنعها لكن بعد سنتين أو ثلاثة وهي عندها الولدات لم تقتنع بل أصرت أكثر وأنا بيتي الآن مفتوح ولازلت تأتني ماذا أصنع أنا قلت في الأول أنك إذا قمت بتربيتها ووفرت لها البيئة الإسلامية حتى لا تنزلق خارج ركيب زيانة ثانيا تزوجت هناك في بلد أوروبي بفرنسي لم تنزلست لك السلطة على أن تمنعيها تمنعيها من ناحية الدينة إذا كانت تستمع لك وتربت على الإسلام يبدو أن تربيتها على الإسلام كانت تربية يعني واش نقول لك سطحية فقط لأن الفتاة إذا تربت على الإسلام تتربى على أنها لا يمكن أبدا أن ترضى لنفسها أن تعيشت تحت سقف مع كافر لأن هذا فيه خطر على ذريتها بل خطر على دينها هي لأن الله تعالى يقول وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ يُؤْمِنٌ خَيْرٌ مُمْمُشْرِكِينَ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ كيفَ ترضى الفتاة أن تعيشت تحت سقف المن مع من يقودها إلى النار ويقود ذريتها إلى النار أنت هي الآن بقى تك حاجة أمرتها وانهيتيها ودارت الولدات وما بغشت تسمع لك ورا عجي عندك بقى لك حل واحد أن تقاطعها لعل المقاطعة في الله يمكن أن تؤثر فيها وأن تعيد حساباتها يمكن يمكن أقول يمكن المقاطعة هنا يا أختاه ضروري ما تقول لش عندي غيية لأنك إذا كنت تستقبلينها فكأنك تعينينها ثم الاستقبال الذي استقبلته طوال هذا العامين كان بقصدي أن تدعينها الإسلام فقد فعلتي فلم ينفع أي أعطي لها الوقت الكافي واستقبلتي لها الوقت الكافي وانهيتي لها الوقت الكافي وما زال أتجيب أهل وليدة خرين فالآن الحل هو أن تقاطعيها بكلمة واحدة ثم تعلني ذلك على المال تقاطعيها تماما يا الله ثم واسبوه قالك أن تدعي أن تقوم بالدعاء والجأر إلى الله في الأوقات الفاضلة لعل الله يقلب قلبها للإيمان قبل أن تذهب على هذه الحالة يا ذنب الله تدعي لها الله تعالى في الأوقات الفاضلة في ثلث الأخير في النهار الجمعة عند نزول الغيث لعل الله يستجيب ثم ثالثا إذا وجدت وسيلة أو أسلوب آخر لإخراجها من هذا الجب الذي وقعت فيه ففعالي بحالش مثال بحالش إذا عرفتش أخوات مؤمنات يتصلوا بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتبيان ما لم يتضح بعد في ذهنها أو لمحاولة إقناعها أو لتعريفها بخطر ما تقدمه على في الدنيا والآخرة لأن الله تعالى يجعلهن أو يجعل هؤلاء رحمة بالنسبة له هذه ثلاثة أمتع الأمور اللي عندكم مديري الآن تقاطعينها في الله الدعاء لها في الأوقات الفاضلة وإن وجدت أسلوبا أو وسيلة حتى توصل إليها هذا الأمر من أطراف أخرى باش يعاونك باش باش تكون غيرت اللي تقولي لها يقول لها صاحبتها أو لشين أصخرين أو لسبحان الله فنسأل الله الهداية لبناتنا وآهن آهن آهن حينما نسمع هذا كنقول لوليدتنا الله جزيكم بخير يالي ركو غدير الخارج رأى لا يجوز المكوت في تلك الأرض إذا كان هذا يهدد دين أبنائكم دائما كنقول لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العالمين